قال وزير الخارجية الأفغانية ميرخان متقي إن حركة طالبان تمكنت من إقامة علاقات سياسية متوازنة مع الولايات المتحدة ومع غيرها مؤكداً نجاح الحركة في تثبيت الأمن كما نفى وجود انقسامات داخلية داعياً المعارضة للحوار وقال متقي إن لدى الحكومة الأفغانية علاقات جيدة ومتوازنة مع الولايات المتحدة ولديها أيضاً علاقة رسمية مع أكثر من 16 دولة مطالباً الولايات المتحدة بالإفراج عن الأموال المجمدة والاعتراف بحق الشعب الأفغاني وأوضح الوزير أن ضغوطاً كبيرة تعرضت لها طالبان وأن الحركة تمكنت من استعادة الأمن في عموم أفغانستان وتابع متقي قمنا بدمج مقاتل طالبان في صفوف قوات الأمن والمخابرات ونسعى لتشكيل جيش قوي كما أوضح أن طالبان أصدرت عفواً عاماً عن كل الذين حملوا السلاح ضدها في السابق أو عملوا في الحكومة الأفغانية السابقة وأن هناك مسؤولين السابقين يعملون في مناصب حكومية حالياً وأضاف وزير الخارجية الأفغانية أن السياسة طالبان متوازنة وتحاول لما شمل الأطراف الأفغانية كافة ودع المعارضة للعودة إلى أفغانستان وقال إنه تم تشكيل لجنة خاصة للتواصل مع المعارضة ونفى وجود أي انقسامات داخل حركة طالبان وقال إنها شائعات يتم ترديدها منذ 20 عاماً وفيما يتعلق بوضع المرأة الأفغانية قال متقي إن أكثر من 14 ألف امرأة تعمل في القطاع الصحي وأكثر من 92 ألفاً تعمل في مجال التعليم وقطاعات أخرى اشتركوا في القناة